بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد على آل بيته الطيبين الطاهرين ثم اللعن الدائم على أعدائهم وموضيهم ومنكر فضائلهم ومناغبهم إلى قيام يوم الدين أمين يا رب العالمين من أراد الله بدأ بكم ومن وحده قبل عنكم ومن قصده توجه بكم والي لا أحصي ثناءكم ولا أبلغ من المدح كنهكم ومن الوصف قدركم مساكم الله بالخير أعزائي مشاهدي قناة فدك وعظم الله هجوركم إن شاء الله وتقبل الله طاعاتكم في ليلة رمضانية جديدة مباركة إن شاء الله من الليالي الرمضانية ونلتقي مع سماحة الشيخ ياسر الحبيب ليلقي علينا ورقة بحث وبعدها إن شاء الله نتقبل والاستفسارات والاتصالات على ورقة البحث التي سوف يطرحها سماحة الشيخ مساكم الله بالخير سماحة الشيخ مساكم الله بالخيرات عظم الله أجورنا وأجوركم إن شاء الله أجركم أعظم سماحة الشيخ تفضل سماحة الشيخ في ورقة البحث إن شاء الله وبعدها نتلقى الأسئلة والاستفسارات أحسنتم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد عليهم السلام فيما أسر وما أعلن وفيما بلغني عنهم وما لم يبلغني الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأسكى السلام على المبعوث رحمة للخلائق أجمعين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على قتلتهم وأعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين آمين صلى الله عليك يا مولاي يا ولي الله الأعظم يا أمير المؤمنين يا إمام المتقين علي بن أبي طالب صلى الله على روحك وبدنك ولعن الله قاتليك وجاحد إمامتك بعض من هذه الأبواق التي تنادي بالنصب والضلالة والمخالفة لأهل بيت النبوة صلى الله عليه المجمعين تتعمد أن تلبس الحق بالباطل وأن تلقي الشبهات وأن تحجب ما يمكن من الحقائق حتى تبقى هذه الأمة بعيدة عن ولاية آل محمد الطاهرين صلى الله عليه المجمعين حتى تبقى هذه الأمة تعيش الخديعة التي ما زالت تعيشها منذ أربعة عشر قرنا منذ يوم السقيفة منذ ذلك اليوم الذي انحرفت فيه مسيرة المسلمين وابتعدوا عن أئمتهم الشرعيين الذين نصبهم الله تبارك وتعالى ونص عليهم رسوله الكريم صلى الله عليه وآله الطاهرين تطرح بعض هذه الأبواق تحديا مفاده أن نريد شاهدا واحدا من كلام علي صلى الله عليه في نهج البلاغة حصرا يفيد بأنه يدعي العصمة أنه وأهل بيته أئمة معصومون كما نبهنا بالأمس أو في الليلة الماضية أن أساس التحدي على هذا الناحو لا يكون علميا أو منهجيا على حسب الأصول العلمية والحجاجية المقرر ولكن مع هذا نأتي بما يريد هؤلاء عسى ولعل دون أن نغفل الإشارة إلى ما أشرنا إليه في الليلة الماضية وهي أن المشكلة عند هؤلاء وهؤلاء أي هؤلاء الذين يمثلون ما يسمى التسنن وهؤلاء الذين يمثلون كذلك التشيع وهم مجموعة من المنحرفين لا يمثلون التشيع حقيقة وصدقا المشكلة المشكلة عند هؤلاء وهؤلاء هي الجهل وقلة للطلاع قلة التدبر قلة التعمق وإلا فإن نهج البلاغة فيه كل ما يطلبون ولكن ماذا نفعل مع أناس طمص الله على عقولهم وقلوبهم وأبصارهم كان التحدي الأول أنه أين قال علي عليه السلام أن محاربيه مرتدون وقد ذكرنا الدليل على ذلك بالأمس وهو قوله عليه السلام الصريح عن طلحة والزبير فكان نقضهما أي نقضهما بيعتي فكان نقضهما كردتهما فجاهدتهما على ذلك في هذه الليلة نتنزل في الواقع ونجيب القوم إلى ما يطلبون مع ملاحظة أن الذي نأتي به ليس سوى مثال ننتقيه هكذا على عجل من نهج البلاغة وإلا الأمثلة كثيرة الأمثلة على أن علي صلوات الله عليه يقول بعصمته وبعصمة أهل بيته الطاهرين صلوات الله عليهم الأمثلة كثيرة من نهج البلاغة ومن غيره ولكن إنما نأتي بمثال واحد ومن كان ذا سعة في العلم والطلاع وخبروية فليأتي وليناقشنا ولننظر ولينظر الجميع أنه هل هذا المثال الذي نأتي به من كذام علي صلوات الله عليه يدل على مطلوبنا أم لا افتحوا نهج البلاغة الخطبة التي عنوانها هكذا ومن خطبة له عليه السلام يذكر فيها آل محمد صلى الله عليه وعليه مجمعي ماذا يقول الإمام في وصف من آل محمد لاحظوا هنا هم عيش العلم وموت الجهل العلم الصحيح إنما يعيش بهم والجهل يموت بهم هم عيش العلم وموت الجهل فلا تجدوا العلم يعيش إلا بآل محمد صلوات الله عليه فإن سألت ماذا نفعل مثلا مع علم أبي حنيفة ألم يعيش علم أبي حنيفة يقال لك نعم ولكنه ليس العلم الإلهي الشرعي الحقيقي وإنما ذلك هو العلم الشيطاني أبو حنيفة شيطان مالك بن أنس شيطان الشافعي شيطان أحمد بن حنب الشيطان سفيان الثوري شيطان الظاهري شيطان ابن حزم شيطان هؤلاء الشياطين علومهم علوم شيطانية ألقى لهم الشيطان ما ألقى أخذوا ضغثا من الحق وضغثا من الباطل وخلطوه فكونوا أديانا ومذاهب فالعلم الحقيقي أي العلم الإسلامي العلم الإلهي لا يكون إلا عند هذا البيت بيت أهل البيت صلوات الله عليه هم عيش العلم وموت الجهل يخبركم حلمهم عن علمهم لأن العالم حليم هناك تلازم بين الصفتين ولذلك انتوا لاحظوا أنبياء الله وهم العلماء بالله كانوا حلماء الأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام الأوصياء كانوا حلماء يعني هذه الصفة مستمرة فيهم جميعا رسولنا صلى الله عليه وآله كان سيد الحلماء هذا معروف ولا يختلف فيه اثناء فمن تجد فيه هذه الصفة يتحرى فيه العلم أنه بسبب علمه يلتزم بالحلم ومن لا تجده حليما اعرف أنه ليس بعالم لما تجدون مثلا بعضا من هؤلاء القردة على شاشات هذه الفضائيات ويصور نفسه عالما ويتحدث بالمنطق العلم على ما يوهمكم به ولكنه تجده بعيدا تماما عن الحلم بعيدا تماما عن هذه الصفة يأتيه اتصال فيبدأ بالتفحش وبالكلام البذيء أحيانا ويتكلم بكلام فيه شيء من القسوة والغلظة والفضاضة وهكذا تجده يخرج عن طوره لا لمجرد الاتصال فقط وإنما حين يخاطب أصلا حين يخاطب الطائفة التي من المفترض أنه يهديها يعني هو مو يخاطب الشياء حتى يهديهم كيف يتعامل معه انظروا كنموذج مثلا إلى عرعور مثلا شوفوا كيف يتحدث بأي أسلوب حليم أم لا أو ذاك الازقنبي كيف يتحدث مع الناس يخبركم حلمهم عن علمهم وصمتهم أي ويخبركم صمتهم عن حكم منطقهم إله هنا صفات عامة لآل محمد صلوات الله عليهم أين مطلوبنا في أن آل محمد معصومون في نفس هذه الخطبة ماذا يقول أمير المؤمنين عليه السلام يقول لا يخالفون الحق وَلَا يَخْتَلِفُونَ فِيهِ هذا العبارة عبارة صريحة في توصيف عصمة الأئمة من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله لا يخالفون الحق هل هناك عبارة أصرح من هذه في وصف العصمة ما معنى العصمة أساسا تلك الملكة التي تمنع صاحبها من مخالفة الحق هنا الإمام عليه السلام ينفي على الإطلاق أن يخالف أحد من الأئمة من آل محمد عليه السلام الحق ينفي ذلك يقول لا يخالفون الحق في كل زمان في كل آن في كل موقف لا يخالفون الحق فهم يدورون مع الحق حيث ما دار وتلك هي العصمة لا يمكن أن نقول أنهم يذنبون لأن الذنب خلاف الحق وهم لا يخالفون الحق لا يمكن أن نقول إنهم يخطئون خطأ خطأ لأن الخطأ خلاف الحق لا يقول عاقل بأن الحق في الخطأ لا إما حق وإما خطأ الخطأ لا يجتمع مع الحق نعم إن كان خطأك من غير عمد كخطأك في الاجتهاد فهذا معذر لك خطأك هذا حيث أنك لست بعامد فإن الله عز وجل يرفع عنك العقاب لأن خطأك لأن خطأك لم يكن خطأ الله حقا وإنما هو خلاف الحق نعم كل ما هناك أنه لا عقاب عليك هذا يفترق عما لو قلنا أن رجلا هو لا يخالف الحق أبدا معنى ذلك أنه معصوم الآن هل يتمكن أحدنا أن يقول أن أحدا من المراجع مثلا لا يخالف الحق حتى المرجع نفسه يقول لا تسألوا هاي فتاواك الموجودة الآن في الرسالة العملية كلها حق يقول لا فيها الحق وفيها ما هو خطأ لكني لا أعرف أكثر من هذا حتى من ينكشف في يوم القيامة أن بعض تلك الفتاوى خطأ ولكن خطأ من باب الاجتهاد هذا مبلغ علمي هذا مبلغ تحقيقي في الأدلة الشرعية إلهي لم يكن ذلك لم يأتي مني أكثر من هذا فالله عز وجل يرفع عنه العقاب بذلك لأنه يعلم أن نيته نية صادقة حاول أن يصل إلى الحق لكنه أخطأه غير متعمد حديث الرفع المروي عن نبينا الأكرم صلى الله عليه وآله يرفع العقاب عن المخطئ وعن الساهي وعن النائم حتى يفيق وما إلى هناك وعن المضطار إلى آخره هنا أمير المؤمنين عليه السلام يصف آل محمد يقول لا يخالفون الحق أن محال تجد أن يصدر منهم قول أو فعل فيه مخالفة الحق فإذا حتى الخطأ منفي عنهم فضلا عن الضلال فضلا عن الإثم الخطأ بما هو خطأ منفي عنهم بل حتى السهو هنا منفي عنهم لماذا؟ لأن السهو كذلك لا يسمى حقا فإذا سهو وقلنا بإمكان صدور السهو منهم هذا على التحقيق وفيه تفصيل كلامي طويل أنه يمكن أن يسهو هذا يخالف كلام أمير المؤمنين عليه السلام في قوله لا يخالفون الحق محال أن يطلق أمير المؤمنين عليه السلام عبارته هكذا على سبيل الإطلاق يقول لا يخالفون الحق أبدا محال فمعنى ذلك أنه منفي عنهم كل ما هو يخالف الحق حتى السهو حتى النسيان لأن النسيان إذا نسي حكما مثلا فنسيانه هذا يجعله يخالف الحق يخالف ذلك الحكم إما أن يعطي حكما آخر مخالفا وإما أن يصمت فيوقع الإنسان الذي يطلب هذه المسألة الذي يطلب الحق في هذه المسألة هذا السائل يوقعه في مخالفة الحق فإذا على كل الفروض لا يمكن أن يخالف الحق وما هذا إلا عين العصم لا يخالفون الحق ثم ولا يختلفون فيه هنا الإمام عليه السلام ينفي أنهم يجتهدون للتوصل إلى الحق لا يجتهدون من قال إن أمتنا عليه السلام مجتهدون أصن المجتهد إنما يكون مجتهدا لأنه لا يعرف وجه الحق تماما فيجتهد للوصول إلى الحق أما أئمة أهل البيت عليهم السلام المعصومون فالحق بيدهم لأن عندهم اتصال بالسماء فلا يحتاجوا إلى أن يجتهدوا ليسوا بحاجة إلى ذلك وحيث أنهم لا يجتهدون فلا يختلفون لا يختلفون في الحق أنه أي من هذه الأفراد هو الحق الآن المراجع مثلا العلماء تجدهم يختلفون يختلفون في الحق فقيه يقول الحكم في المسألة كذا فقيه آخر يقول الحكم في المسألة كذا يختلفون اختلف هؤلاء في ماذا في الحق أما إمة أهل البيت عليه السلام ما يختلفون في الحق وهذا من أبلغ العبارة في وصف وتوصيف العصمة لا يخالفون الحق ولا يختلفون فيه هم دعائم الإسلام وولائج الاعتصام ما معنى قوله عليه السلام ولائج الاعتصام الولائج جمع الوليجة وهو ما يدخل فيه الإنسان مثلا الكهف مثلا يسمى وليجة لماذا لأنه يدخل فيه الإنسان حتى يحتمي مثلا من المطار من عوامل الطاقس من السباع الضارية من أين يخل هذا يسمى وليجة هذا الذي يدخل فيه الإنسان يسمى وليجة زين الإمام عليه السلام يقول آل محمد ماذا ولائج الاعتصام من يريد أن يعتصم يعني من يريد أنه هو يقترب إلى العصمة يقترب من أن لا يخالف الحق يقترب من أن لا يخالف الحق هذا الإنسان هذا المكلف فإنه عليه أن يذهب إلى هذا الباب يدخل هذا المدخل باب أهل البيت عليهم السلام ولائج الاعتصام فأهل البيت ليسوا فقط معصومين وإنما من يلتحق بهم يعصم نفسه يعصم نفسه من الذنب من مخالفة الحق على قدر ما هو يجتهد في الاقتراب منهم صلوات الله عليه والأخذ بحجزتهم فهل يراد منا أن نأتي بعبارة أصرح من هذه في العصمة هذه العبارة إنما هي عين العصمة بل إن قوله عليه السلام ولائج الاعتصام هذه كلمة الاعتصام من نفس مادة العصمة عصمة يعصم اعتصاما عصمة أعيد العبارة لا يخالفون الحق ولا يختلفون فيه هم دعائم الإسلام وولائج الاعتصام بهم عاد الحق في نصابه بآل محمد عليه السلام عاد الحق إلى أين إلى نصابه في نصابه وضع الحق إذن قبل ذلك ماذا هنا يعرض أمير المؤمنين عليه السلام بمن بأبي بكر وعمر وعثمان من الحكام غير الشرعي لأن هؤلاء كانوا يدعون الحق ولكن الحق لم يكن في نصابه الحق إنما يكون في نصابه حين يعاد إلى آل محمد ويرجع إليهم فبهم عاد الحق في نصابه وانزاح الباطل عن مقامه الباطل الذي كان مقاما انزاح زال متى لما تولى آل محمد عليه السلام أي لما جاء علي عليه السلام وحكم انزاح الباطل زال بهم عاد الحق في نصابه وانزاح الباطل عن مقامه وانقطع لسانه عن منبته صوت الباطل انقطع انقطع من المنبت لسان الباطل من المنبت من أصل انقطع من المنبت عقل الدين عقل وعاية ورعاية لا عقل سماع ورواية هذه العبارة تشير إلى العلم لدني لأهل بيت العصمة صلوات الله عليه بقية بقية العلوم أو بقية الأفراد إنما يكتسبون العلم ماذا اكتسابا بالرواية وبالسماع يسمعون حدثني فلان عن فلان عن فلان فيكتسب العلم بهذه الطريقة بسماعه أئمة أهل البيت ليس هكذا علمهم لدني من الله تبارك وتعالى نعم عبر مجرى النبي والأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام وكلهم نور واحد فالعلم عندهم مستقر قد وعوه وماذا ورعوه عقل الدين عقل وعاية ورعاية ملاحظين للدين مراعين له ملاحظين له لا عقل سماع ورواية ما يحتاجون إلى أن يسمع من فلان وفلان ويروي عن فلان عن فلان فإن رواة العلم كثير ورعاته قليل قليل هؤلاء الذين هم من هذا الصنف فهذه الخطبة الشريفة التي عنوانها في نهج البلاغة ومن خطبة له عليه السلام يذكر فيها آل محمد صلى الله عليه وآله خطبة صريحة في أن علي عليه الصلاة والسلام يقول بعصمته وعصمة آل محمد وهم هاهنا الأئمة منهم وهذا أمر واضح ثم إنا في واقع الآمر لو تأملنا وتدبرنا في كلمات أمير المؤمنين صلى الله عليه عليه نجدها تنسجم سجاما كليا مع ما جاء عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله أصلا المفردات عادة تكون نفس المفردات هنا أمير المؤمنين عليه السلام يقول لا يخالفون الحق ولا يختلفون فيه مما يجانس هذه العبارة قول النبي صلى الله عليه وآله المشهور المستفيد والذي رواه العدو كذلك في مصادره على سبيل المثال رواه أحمد بن حنبل في مسنده الطبراني في معجمه وغيرهما الحاكم الحاكم النسابوري رواه في مستدركه المستدرك على الصحيحين ونص على صحة هذا الحديث والذي يقول فيه النبي الأعظم صلى الله عليه وآله علي مع الحق والحق مع علي ما معنى ذلك أن علي لا يخالف الحق هذه عبارة أخرى تؤدي إلى نفس هذا المعنى لا يخالفون الحق ولا يختلفون فيه علي دائما مع الحق إذن علي معصو والحق دائما مع علي إذن علي معصو والرواية صحيحة ومهما اجتهد أئمة أهل الخلاف إلى اليوم أنهم يضعفوا من هذه الرواية ما استطاعوا ما استطاعوا أن يضعفوا من هذه الرواية ما استطاعوا أن يسقطوها عن الاعتبار لأنها مشهورة مستفيضة رووها هم بأنفسهم بطرق صحيحة ولكن النصب النصب الذي استشرى في قلوبهم يجعل أكبادهم تتلظى حين تسمعوا حديثا شريفا عن النبي صلى الله عليه واله في إثبات عصمة علي صلى الله عليه أو إثبات إمامته لا يحتمل هذا الكلام لا يحتملونه ويبدأون بإما التشكيك في صدوره والطعن في سنده وإما الطعن في معناه ومتنه وتأويلي هذا ديدنه فمع كل هذا الظهور مع كل هذا الوضوح أصلا كتاب الله نطق بعصمة علي عليه السلام في آيات منها آية التطهير آية المباهلة آية الولاية كلها لو تدبر فيها الإنسان جيدا يعلم بأنه هذه الآيات تشير إلى العصمة مثلا ويطهركم تطهيرا يذهب عنكم الرجس الرجس كل ما هو خلاف الحق يسمى الرجس في واقع الأمر كل ما هو خلاف الحق هو من الرجس بلا خلافين وهذا الرجس قد نفاه الله عز وجل عن أهل بيت النبوة صلوات الله عليه فإذا هم معصومون على آية حال الخصم كان يطلب الدليل من نهج البلاغة والأدلة كثيرة كما بينا إنما هذا أمر ننتقيه هكذا حتى نلقم هؤلاء أحجارا نلقمهم هكذا في أفواههم بعض الأحجار في هذه الليالي أيظن هؤلاء أن باستطاعتهم أن يخادعوا الناس ويبقوهم في هذه الخديعة أكثر من هذا يدعون بأنه ماك في نهج البلاغة ما يدل على أن علي كان يرى في نفسه العصمة وها هو موجود ولكن على قلوب أقفاله تفضلوا سلام فضلك طيب الله أنفسكم على هذه ورقة البحث الجيدة إن شاء الله ويا ليت الإخوان اللي يناظرون في هذه القنوات المشبوهة يتعظون ويأخذون هذه البحوث ويحتجون فيها على الخصم ناخذ اتصال من الأخ عاطف من الجزار السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم اياك الله اتبذر عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حول القناة المسطل السكتية وهي في لندن نعم فملاهب من جميل إفريقيا له إديولوجيا في تدليس أنا اتبعته منذ ربع رمضان أتتبعه بالتفاة حول ما يقود وحول ديوك ما عذا واحد منهم وهو الذي ترد في تدليس لأنه كان يمثل تهديداً على الطابو الذي بناه منذ 14 من قرن وهو من الذين دخل عليهم الاسلام عن طريق الجزيكيين الأمويين الذي خلقوا أمتنا البربر ولهذا إنه يحرم معالي ومعه وتكلم معه ويرى أن يختار مجموعة من البطرية الذين ينسيبونهم وينسيبون تيروجيا الولاية طول البراء وهم يحبفون اللعنة ويشكرون ما يدعمونه ومن الخطوة لعنهم الله الجمعين من كان يشهد براية المحمد عليه السلام وهو متقفا في هذا الميدان فعليه أن يعتار فيه بهذه الولاية لأنهم مصيرا محسومة والسلام وعليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وطيب الله أنفاسك أخ عاطف ونشكرك على مداخلتك القيمة ونشكرك كذلك على توضيح اللهجة حيث أنها توصل للمشاهدين أجمعين بارك الله فيك وتغبل الله أعمالكم إن شاء الله الأخ سمير من المغرب السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحياتي للأخ عبد الله الفلاف ولتمحة الشيخ ياسر الحبيب الله يحييك وتغبل الله أعمالكم إن شاء الله وأعمالكم أنا في حقيقة من المصدرين الجد اللهم صلي على محمد وعليكم حني أتطلب مني الأمر حوالي ثلاث سنوات من البحث والتنقيب والصهر الليلة طويلة مع الأنترنت لاستجلاب الكتب ومعرفة الحقيقة وكم كانت يعني دهشتي حينما توصلت لهذه الحقائق علما بأن علماء علماء أهل سنة الجماعة يعلمون كل هذه الحقائق ومع ذلك يتكتبون على العقل فهذا يعني شيء غريب جدا وكأنهم يعني يفضلون نصرة المذهب على نصرة الدين ونصرة الإسلام وهذا ولا أعلم هل وليهم والله أم وليهم والمذهب فهذا شيء غريب بارك الله فيك أخوي سميل سؤال لسماح الشيخ وأنا أقدره جيدا جدا جدا لما تتضمنه بحثه من طروحات علمية ومنطقية ولكن حبدا حبدا سماح الشيخ لو يزيد قليلا في موضوعيته وحتى أنه حتى أعداء هذا الدين يعني لو يذكر لهم فضاء لهم ماذا سوف يقع أخطأ هذا لا شك فيه لكن لنزيد من المصداقية ولكي كتمت أعداء من هذه القناة بالمصداقية فما يضيرنا لو تذكر لهم ولو بعد فضاء لهم حتى لو كانت لا تزيدهم فضاء ولا شيئا لكن هذا يجعلنا أن نحص بمصداقية القناة أكتر وأكتر وسؤال الثاني مثل شنو لو سمحتك سامير لتقصد فضائلهم نعم مثل شنو يعني مثل مثل ماذا يعني كيف ما كان الحال هما كانوا يعني يصلون ولو أن صلتهم بالعياء وبالتكفير وبهذه المسائل إنما لا نكر بعض المسائل ثابتة جدا لكي لا نجعل الناس يفقدون اتقاط في خانتكم الموقرة نحسن سؤالك الثاني نعلم أنهم قاموا بأشياء خطيرة جدا في الإسلام وهذا يعني ثابت وغير مقبول وأجدوا أنه قد يصلهم إلى التكثير وربما أوصلهم إليه إنما هذا رأيي فراء الله أعلم أنكم أحسنت أحسنت السؤال الثاني الذي سمحت الشيخ فالحبادة لو يرشدنا إلى أكثر المصادر السنية يعني قربا من الحقيقة طبعا هناك صحاح أو أكثر من ذلك فما رأي الشيخ ما هي الصحاح التي يرى على أنها أقرب ما يكون إلى الحقيقة وليس فيها نصب كبير كثير أو إسرائيليات كثيرة جدا نعم وشكرا جزيلا حياك الله اللهم صلي على محمد والمحمد ثبتكم الله على القول الثابت إن شاء الله في الدنيا والآخرة يا أخ سمير ونشكرك على سؤالك وهنيئا لك الاستبصار ونأخذ محمد من بريطانيا السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم عليكم على الشيخ عليكم السلام عبر الله أجركم أظم الله أجرنا وجرك إن شاء الله تغبل الله أعمالكم إن شاء الله الله يسلمك أخي عبدالله عندي سؤال للشيخ ممكن أن أنصب أي مصدر مذكور هلاك عائشة نعمة الله عليها هذا السؤال نعم هذا السؤال لول أخي عبدالله نعم السؤال الثاني ممكن الشيخ يبيننا بأي كتب من كتب الشيعة مذكور أبو الأولى في قتل عمرو العنة الله عليه بأي كتب موجودة عدنا وبأي مفادر لأن في ناس تشكل من الشيعة للأسف يقولون أنه أبو الأولى ما قتل عمرو ذاك الزمان ما كان فيه في إيران شيعة ومن هالأشي الله يسمى إن شاء الله إن شاء الله سؤالين راح يتحولون لأسماحة الشيخ بعد ما ناخذ اتصالات الأخوان منهم الأخ عبد الله من البحريين السلام عليكم السلام عليكم أخ عبد الله عليكم السلام حياك الله تفضل أخودي بس عند اقتراح بخصوص تخطيط حلقات خاصة للنقاش عن الشخصيات المعاصرة نعم اطرح وطرح الأسئلة عنها يعني ما نانها تاخد وقت يعني فلو تخصونا لها حلقات خاصة يعني يكون أفضل نعم اعتقال الشيخ اطلا وهما معنا الفتنة ومتى وكيف يمكن أن تحدث شكرا أحسنت شكر لله بارك الله فيك نوجه سؤال إن شاء الله لسماحة الشيخ نأخذ اتصال من عبد الزهرة عبد الزهرة من الكويت عبد الزهرة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل والدنا وأمير قلوبنا علي ابن أبي طالب عليه السلام وقدم تعذيتي إلى صاحب الجمال حتى الله تعالى طرجه وشريف وإليكم يا صلى الله عليه محمد بغيت بس أربع أسئلة أسئلهم سماحة الشيخ ياصر الحبيب الله يفضل في البداية اختلاف الفقهاء في تحديد الأعلمية بين المراجع يعني كيف نحقق الأعلمية ما هو معنى الأعلمية يعني باقي باقي هذه الجوانب والسؤال الثاني في فكرة المجدد الشرابي قد يسأله سرة أبدأ اللاعن في الإسلام وما يترتب عليه من الغاء الشدة على الكفار للإمام المهدي عبد الله تعالى فرجه وشريف وهذا يجعلنا نكذب على الأقل على الأقل أكثر من خمسين رواية نعم والاستفسار الثالث عن مسألة جاوب عليها سماحة الشيخ ياصر الحبيب في موقع القطرة سأله أحد الأشخاص عن ما رأيه في عالم سبيط النيلي وكتبه ممكن تعيد السؤال الثالث السفتار بسيط عن جواب سماحة الشيخ في موقع القطرة عن أحد الأشخاص سأله عن كتب عالم سبيط النيلي فأجاب بالسلب نوعا ما مع العلم أن كتب عالم سبيط النيلي اللي هي ضد الفلسفة واللي في أصل الخلق يعني ولائية جدا ونظرات جميلة جدا يأخذها من القرآن يعني حتى في كتاب عنده شهاد الثاقب فرت على أحمد الكاتب يذكر جرائم أم الجمل عايشة لعنا طلع عليها شكل جميل جدا السؤالك الرابع لو سمعت والسؤال الأخير في ظاهرة جديدة في الكويت موجودة وهي تبيان هذه ظاهرة جديدة لإستنباط الأحكام ما أدري إذا الشيخ عنده تطلع إلى هذه الظاهرة ولا نبين نشوف رأيه في هذا الموضوع إن شاء الله أحسنت نأخذ اتصال من الأخ محمد جواد من إيران صار في مشكلة في البث في الاتصال مع الأخ أفل طبعا أنا أقول الأخ عبد الزهرة سؤالك الثالث ما راح أحوله لسماحة الشيخ عندنا إحنا بهذا البرنامج لسئلة عن الشخصيات تتحول إلى موضع موقع القطرة عفوا يا حبذة إذا شفت السؤال موقع القطرة تجاوب تدزل السشكال على موقع القطرة ونجاوبك إن شاء الله نأخذ محمد جواد من إيران السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله شعلك أخو عبد الله حياك الله حبيبي طاب لونك سلام حضرة الشيخ وعطم الله لكم الهاجر أفوا أجرنا وجرك حياك الله سؤالي لحضرة الشيخ في عقيدة الجماعة البكرية قدهم عقيدة بأن في بيعة الرضوان قد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة هناك بعقيدة بأن الله قد رضي على الصحابة بأجمعهم فسؤالي للشيخ هل من الذين خرجوا على الإمام علي عليه السلام في حرب النعروان منهم من كانوا في بيعة الرضوان إذا يقدر يسميننا إسامي نعم وأيضا أقول للشيخ أقول له هي مادل على رد هذه العقيدة البكرية والسلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إن شاء الله نحاول سؤالك بعد ما نأخذ اتصال من الأخ أبو حسنين من العراق انقطع الاتصال أخواني توخفون الاتصالات ولا تابون تأخذون مرة واحدة إذا تابون تأخذون الاتصال بعدين حتى نجاوه مرة واحدة نعم نجاوب يلا مو مشكلات فضل السلام عليكم وعليكم السلام من معاي لو سمحت لأنه أبو حسن من الجزائر أبو حسن ونعم حياك الله أخوي أبو حسن حياك الله السلام عليكم وعلى الشيخ وعليكم السلام رحمة الله وبركاته أليل أضيف على ما جاء به الفضيل الشيخ في آية التطريقية كل الجواب إلى أضلاق التي تنكر بعثمة أهل البيت لو جاءت في الآية أنه إنما يريد الله أن يذهب منكم يعني نفرد أن أهل البيت يمكن أن يكون فيهم الرجس يعني حاشهم أن يكون فيهم الرجس فقال عنكم الرجس يعني الرجس لا يحفهم لا يقترب منهم فإذا ما هذا هو يعني العثم لا يمكن الرجس أن يقترب منهم فهذا أكبر دواب يعني لهذه الأبواق على حسب المسؤوم البطيط أحسن بارك الله فيك أخو بحسن وعندي سؤالي لكن ممكن تفضل تفضل أخوي بحسن يزيد تفضل شكرا في حديث لم يفلح قوما ولوا أمرهم امرأة أظن إنه من أبو هريرة أريد أعرف أن هل جاء هذا الحديث قبل وقعة الجمل أو بعد وقعة الجمل نعم إذا كان جاء بعد وقعة الجمل نفهم أن أبو هريرة يعني يريد أن يجامل أمير المؤمنين سلام الله عليه وأنه إنسان ينتهز نعم 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 هذا صحيح شكرا أحسنت بارك الله فيك أخوان نبدأ نجاوب على السئلة سماحت الشيخ الأخ سمير من المغرب عند اختراح أنه يقول في طرحكم لو تذكرون بعض فضائل البكرية حتى يجعل قناتنا أكثر مصداقية يريد أن نضيف القليل من فضائلهم طبعا أنا ما أعرف ما هي فضائلهم بالضبط لأنه قال أنهم يصلون بعدين قال أن الصلاة مالتهم فيها شكال فحولت الاقتراح لك كنت تفضل سماحت شيخ تجيبون على هذا الاقتراح إن شاء الله قاله على أنه يطلب مننا أن نذكر بعض من فضائل الطائفة البكرية وإنما لعلي فهمت من سؤاله أنه يقصد أنه نذكر فضائل المؤسسي هذه الطائفة كأبي باكر وعمر وعثمان ومن أشبه وكان يقول أنه وإن كانوا ارتكبوا جرائم خطيرة تصل إلى حد تكفيرهم إلا أنه حتى لنحافظ على شيء من الموضوعية لا بأس بذكره هذه الفضائل أقول للأخ الكريم أنه نحن إذا تأملنا حقا في سيرة أبي بكر وعمر وعثمان وعائشة هؤلاء الذين سميتهم بالذات لا نجد فيها فضائل ومعلوم إنه إنما الأعمال بالنيات وأنه حتى ما قد يمكن أن يتصنع مثلا لنفرض من الجهاد مثلا في سبيل الله تعالى أو مثلا من معاونة الإسلام أو معاونة النبي صلى الله عليه وآله أو الذب عنه مثلا إن كانت النية فيه نية النفاق أو نية الطمع فإن ذلك لا يعد فضيلة على أنه معلوم لديك ولدينا ولدى كل باحث منصف في التاريخ أنه لم يصح لا لأبي بكر ولا لعمر ولا لعثمان مثلا أنهم قد جاهدوا جهادا حقيقيا بين يدي النبي صلى الله عليه وآله لم يقتلوا إنسانا من المشركين وإنما كانت طبيعتهم طبيعة يعني الفرارين الجبناء الذين يفرون عائشة كذلك تاريخها كان تاريخا أسود مليء بالمؤامرات والتظاهر على النبي الأكرم صلى الله عليه وآله يعني تركت بيت النبي صلى الله عليه وآله محلا للشجار وللمشاكل ولعدم الاستقرار وهذا أثر كثيرا على نفسية النبي صلى الله عليه وآله فنحن منصفون إن شاء الله يعني إذا وجدنا فضيلة وإن لم نعتبرها فضيلة فإنا نذكرها في الجرياء يعني على سبيل المثال هذا أمر ذكرته سابقا أن عائشة كانت امرأة فصيحة كان عندها فصاحة وهذا يمكنك أن تتلمسه في خطبها مثلا هي أساسا لم تستطع أن تجيش الجيوش ضد أمير المؤمنين عليه السلام إلا لما كانت تتمتع به من لسان طلق مؤثر وهذه خطبها تتمكن من أن تلاحظها وفيها مسحة واضحة من الفصاحة بل حتى البلاغ لكن ذلك لا نعتبره على حسب الموازين الإسلامية مثلا فضيلة أما مثلا الزبير الذي هو في عقيدتنا في النار كذلك لكن الحق والإنصاف أن الرجل كان له فضائل وإن أحبطها وإن أحبط كل ذلك بسوء خاتمته من قلابه على أمير المؤمنين صلى الله عليه فيما بعد بالفعل الزبير كان يجاهد جهادا حقيقيا قويا في حروب رسول الله صلى الله عليه وآله وكان ينافح عن النبي وكان ينافح عن أمير المؤمنين والزهراء صلى الله عليه جميعا وحتى أن هذا الرجل حين وقع الهجوم البكري العمري على دار الزهراء البتول صلى الله عليه قاوم تذكر كتب التاريخ أنه كان من جملة الذين سلوا السيف وأمر عمر بأن يعني يؤتى من خلفه ويضرب بحجر فسقط مغشيا عليه ضربه خالد وليد على ما ببالي بحجر ثقيل على رأسه من الخلف فسقط السيف من بين يديه وقال عمر دونكم الكلب هكذا هذا موجود في كتب التاريخ بإمكانك أن تلاحظه فلا يجرمن شنآن الزبير على أن لا نعدل لا إنما نقول بالفعل الرجل كان له شيء من الفضائل ولكنها أحبطت لا شك فيما بعد فنحن إن شاء الله ملتفتين إلى ذلك أو ملتفتون إلى ذلك وإن شاء الله التوصية في محلها ولكن الآخرون فعلا يعني حينما نرجع إلى تاريخ أبي باكر عمر عائشة ومن أشبه لا نجد فيها فضيلة تستقر نعم أحسن تبارك الله فيك سماعة الشيخ وكان عنده سؤال أو طلب أن ترشده لأكثر المصادر البكرية قربا من الحقيقة ويا حبذ لو تكون من الصحاح التي لا يكون فيها نصب لأهل البيت سلام الله يعني لا يخفى أنه ليس هناك مصدر واحد من حيث المجموع نتمكن من أن نقول أنه أقرب إلى الحقيقة من مصادر الطائفة البكرية في الحديث ولكن يمكن لنا أن نلاحظ هكذا أنه بعض تلك المصادر فيها ما لم تخفه المصادر الأخرى أي أن فيها ما هو يعني أقرب إلى الحق أكثر مما في المصادر الأخرى لا من ناحية المجموع لأنه قد تجد مثلا حديثا في البخاري لا تجده أصلا في المصادر الأخرى وهو حديث قريب جدا إلى الحق ولكن هكذا يعني نقول أنه يمكنك أن تلاحظ مسند أحمد ومستدرك الحاكم وفضائل الصحابة لأحمد كذلك أحمد بن حنبل هذه المصادر إن تأملت فيها تجد فيها كثيرا من الأحاديث التي يعني هي بمجموعها أكثر مما أخرجه الآخرون كلهم على حدة في بيان الحق وعدم التعتيم عليه فهذه المصادر على ما ببالي هي يمكن أن تفيد في هذا الجانب نعم سمعت الشيخ الأخ محمد من بريطانيا كان عنده سؤالين أجمعهم مرة واحدة وطبعا ألقيهم إن شاء الله عليك وتجاوبهم بالتبع السؤال الأول بأي مصدر مذكور قصة هلاك عائشة والسؤال الثاني أي كتب ذكرت فيها أن أبو لؤلؤة قتل عمر لأن بعض يعني بعض الناس يشكلون أن أبو لؤلؤة كان من إيران وإيران لم يكن فيها شيعة فهل فعلا أبو لؤلؤة هو الذي قتل عمر بأي كتب مذكورة والسؤال الأول قصة هلاك أما بالنسبة للسؤال الأول فإن كان يقصد مجرد هلاكها فهذا ذكرته جميع كتب السيار والتاريخ يعني يرجع مثلا إلى تاريخ الطبري إلى تاريخ ابن الأثير يرجع إلى مثلا التراجم كالإصابة مثلا لابن حجر أسد الغابة لابن الأثير وما أشبه الاستيعاب لابن عبدالبر مثلا حتى الطبقات الكبرى لابن سعد هذه كلها ذكرت أنه عائشة ماتت في يوم كذا وصلى عليها فلان اللي هو أبو هريرأ وكان يوم عيد أو كأنه أشبه بيوم عيد كان من كثرة اجتماع النساء إلى ما هناك أما إذا كان يقصد هذه القصة الخاصة التي تروى وتذكر من أنه معاوية يعني هو الذي دبر غيلة قتل عائشة بأن استدعاها إلى إليه وحفر لها حفيرة في وسط الطريق وأركبها حمارا وجعل في تلك الحفيرة رماحا مسنونة يعني باتجاه الأعلى فهذه مشت دون أن تدري مع حمارها وكانت الحفيرة مغطات بشيء من السعف أو ما أشبه عليه الرمل فلم تستشعر ماذا جرى فمرت هناك وسقطت هي والحمار وقتلا هناك إن كان يقصد هذه القصة بالذات فهي مذكورة على مباري في كتاب الصراط المستقيم للنباطي العاملي ولكن لا يخفى على الأخ الكريم والأخوة الأكارم أنه أنا سبق مني التنبيه إلى أني لا ألتزم بهذه القصة ولا أجدها قوية لا أجد هذه الرواية قوية وإنما أميل إلى أن عائشة ماتت حتف أنفها وأن هذا الذي يروى ليس صحيح أما بالنسبة إلى السؤال الآخر عن شأن أبي لؤلؤ رضوان الله تعالى عليه فأولا إن الجميع متفقون يعني الشيعة وغير الشيعة على أن أبا لؤلؤ هو الذي قتل عمر بن الخطاب لا أحد أصلا يشكي في ذلك يعني هذا أمر متفق عليه إنما الاختلاف في أن الرجل هل هو كان مسلما أم كان مجوسيا أم كان نصرانيا الاختلاف في هذه النقطة في الواقع وإلا مسألة أنه أبو لؤلؤ أقتل عمر هذه كل كتب السير تذكر ذلك كل الكتب لدى كل الفرق ولكن الاختلاف هذا أنه هل هذا الرجل كان مسلما كما تقوله الشيعة أم أنه كان مجوسيا كما يقوله بعض أهل الخلاف أم أنه كان نصرانيا كما يقوله أيضا بعض أهل الخلاف كالصنعاني مثلا الصنعاني في مصنفه على ما ببالي يذكر أن هذا الرجل كان نصرانيا ولم يكن لا مجوسيا ولا مسلما فالخلاف هو في هذه النقطة أما أنه ما الدليل على أن الرجل كان مسلما وأنه كان من شيعة أهل البيت صلوات الله عليهم فهذا راجع إلى الروايات المروية عن أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم وهذه تجدها في مصادرنا يعني بإمكانك أن ترجع إلى مستدرك الوسائل بإمكانك أن ترجع إلى بحار الأنوار بإمكانك أن ترجع إلى الهداية الكبرى للخصيب أو الحضين على لفظ آخر فهؤلاء تجد أنه في هذه المصادر تجد روايات تتحدث عن أن الأئمة عليهم السلام ترحم على أبي العلواء وهذا كاشف عن كونه مسلما وأنه شيعي وإلا لما ترحم عليه بل إنه تجد رواية مثلا عن أمير المؤمنين عليه السلام فيها يخاطب عمر قائلا له إنه سيقتلك مضمون الرواية رجل يدخل الجنة بذلك رغما عنك أو رغما عن أنفك وأول الرواية هكذا تقريبا من علمك الجهالة يا مغرور مضمون الرواية ارجعوا إليها في الهداية الكبرى ومسألة أنه لم يكن من أهل إيران آنذاك يعني الشيعة هذا صحيح ولكن في إيران في بلاد فارس لا في المدينة أبو لؤلؤ كان في المدينة كان غلاما للمغيرة بن شعبة لعنه الله كان في المدينة كما أنه سلمان عليه الرضوان كان في المدينة كذلك وهؤلاء فرس ووالوا النبي الأعظم وأهل بيته الطاهرين عليهم الصلاة والسلام في المدينة المنورة بعدما قام أبو لؤلؤ بالاقتصاص من عمر انتقل بحيثية إعجازية عبر أمير المؤمنين عليه السلام إلى إيران واستقر في كاشان إلى أن عاش عمرا إلى أن مات رضوان الله عليه فالقضية بهذا الشكل أحسن تسمح الشيخ عندنا الأخ عبد الله من البحرين كان عنده اختراح بالبداية وعنده سؤال السؤال يقول ما معنى الفتنة وكيف تحدث يعني الفتنة مشترك لفظي لأكثر من معنى من تلك المعاني الفتنة بمعنى الابتلاء من تلك المعاني الفتنة بمعنى الاختبار مثلا أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون أي لا يختبرون وهناك الفتنة بمعنى أنه وقوع الفوضى التي تستلزم وقوع شيء من الهرج والمرج والشجار والمقاتلة والعراك وما إلى هناك هذه أيضا إحدى معاني الفتنة متى تقع أما الأمران الأولان فمعلوم إنه من الله تبارك وتعالى أما الثالث فله عوامل من بين تلك العوامل التعصب أن يتعصب مثلا رجل لقومه أو لعشيرته أو ما أشبه ويتعصب آخر لقومه وعشيرته فتقع فتنة مثلا كما كان مثلا بين الأوس والخزعج مثلا من بين تلك العوامل إلقاء الشيطان الشيطان يتدخل لإقاع الفتنة سواء بين المؤمنين أنفسهم أو بين المؤمنين وبين غيرهم يحاول دائما أن يربك الوضع الإنساني حتى تنشأ الحروب وتنشأ النزاعات وما إلى هناك من بين تلك العوامل بل هي أهمها في الواقع الإعراض عن ذكر الله تبارك وتعالى الإعراض عن آل الله وهم آل محمد صلوات الله عليه الإعراض عن المنهج الذي رسمه الله تبارك وتعالى لنا حين يعرض البشر عن هذا المنهج فإنه تقع هذه الفتنة التي هي بمعنى النزاعات والاضطرابات العوامل كثيرة وهذه تقريبا أبرزها نعم أحسن سمحت الشيخ الأخي عبد الزهرة من الكويت عنده أسئلة أول سؤال كان اختلاف الفقهاء بالأعلمية فما هي الأعلمية وكيف نحددها طبعا هذا السؤال نحن جاوبين عليه من قبل بس أسأل الأخو ولا بس أسألوا نجابه الأعلمية الأعلمية هي الأقدرية على استنباط الحكم الشرعي أن يكون المجتهد أقدر وأكفأ وأجود في الاستنباط وهذا يقتضي منه أن يكون الأكثر علما بمعنى الأكثر سعة في الاطلاع والمعرف وما إلى هناك والأكثر خبروية في التعامل مع مفاهيم الكتاب والسنة والآثار والحاصل أن يكون كما قال الفقهاء الحاصل أن يكون الأجود استنباطا هذا يسمى الأعلم وأما تحديدها فلا يمكن للعامي الذي لم يراهق الاجتهاد أو لم يكن قادرا على التمييز بسبب يعني اكتسابه للعلوم التي تؤهله لمثل هذا التمييز هذا لا يمكنه أنه يشخص من هو الأعلم ولذلك يرجع في ذلك إلى من يطلق عليهم أهل الخبرة أولئك الذين هم إما مجتهدون وإما لا أقل من أنهم راهقوا الاجتهاد بمعنى أنه صار عندهم قدر يتمكنوا من العلم من الخبرة بحيث يتمكنوا من أن يرجح أنه فلان أعلم من فلان وسؤال الأخ إنما يريد أنه يقول كيف نحدد الأعلمية على ما فهمت أنا منه والحال أنه كل يدعي الأعلمية ولكل أهل خبرة يشهدون له بالأعلمية أجبنا سابقا بأن المسار الفقهي هكذا يكون إنجاز التعبير أنه أولا عليك أن تبحث عن الأعلم الذي تقطع بعلميته فإن لم تصل إلى مرحلة القطع بأعلميته أي إلى مرحلة اليقين بأعلميته فلك أن تبحث عن من تظن فيه الأعلمية يكون عندك ظن بالأعلمية أي أن هذا الإحتمال الراجح الراجح أن هذا فلان أعلم من فلان هذا يسمى ظن إذا لم تستطع أيضا أن تصل إلى الظن في تحديد المرجع بمعنى أنه تساوى مثلا مرجعان في نظرك في الأعلمية تساقطت الشهادات مثلا كان لهذا عشرة يشهدون بالأعلمية وأنت مدرك أنهم من أهل الخبرة وذاك الثاني أيضا له عشرة يشهدون بالأعلمية وأنت تدرك ذلك ترى فيهم أنهم من أهل الخبرة حقا فهذه الشهادات تساقط تلك فصار عندك نوع من التساوي أنه هذا يساوي ذاك في الأعلمية ولكن تبحث عن المحتمل فيهم أن يكون أعلم أيضا محتمل الأعلمية في حال فقدان مقطوع الأعلمية ومظنون الأعلمية محتمل الأعلمية يكفي في التقليد ولذلك نقول أنه مسألة التحديد الأعلم لتقليده ليست في الواقع مسألة تلازم العسرة كما قد يتوهمه بعض الناس أنه أصبح أمرا عسيرا علينا أنه نشخص من هو الأعلم إنما عليك أن تبحث هكذا صار قاطع نور على نور ما صار قاطع خذ بالظن ما صار ظن خذ حتى ولو بالمحتمل الذي تطمئن أنت أو عندك ميلان إلى أنه هذا إن شاء الله يكون هو الأعلم أما إذا سألتنا أنه من هو الأعلم في نظرنا فقد قلنا كرارا ومرارا هو سماحة آية الله العظمى السيد صادق الشيرازي حفظه الله تعالى أحسنت سماحة الشيخ السؤال الثاني يسأل عن فكرة المجدد الشيرازي وهي مبدأ لا عنف في الإسلام وما يترتب عليه من إلقاء تقريبا خمسين رواية تذكر عند خروج الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف بأن يستخدم السيف عند خروجه فهل هناك تناغض أو إشكال في هذه الفكرة مع روايات خروج الإمام المهدي يعني كل من يطالع كتب المجدد الثاني رضوان الله تعالى عليه وعلى الله درجاته يفهم أنه لا يسمي الحرب الدفاعية عنفا وإلا لكان نبيه الأعظم صلى الله عليه وآله الذي جرت بينه وبين المشركين والمناوئين للإسلام عشرات الحروب ما بين غزوة وحرب ومعركة وسرية لكان النبي صلى الله عليه وآله يسمى عنيفا والعياذ بالله وعاملا بالعنف لا ليس الأمر هكذا لأن كل تلك الحروب كانت في الواقع حروبا دفاعية إما أنه يبدأ العدو بالهجوم وإما يكون محضرا لهجوم فيستبق النبي صلى الله عليه وآله بما يسمى الحرب الاستباقية والحرب الاستباقية حرب دفاعية حتى في عرف أهل عالمنا المعاصر فإذن ما يكون فيه دفاع لا يكون عنفا وإمامنا صاحب الزمان الموعود صلوات الله وسلامه عليه إنما يسير بسيرة جده صلى الله عليه وآله وكل تلك الروايات التي تتحدث عن خروجه بالسيف هي كتلك الأخبارات التي وردت في الكتب المقدس السالفة أنه ونالك نبي سيظهر في جزيرة العرب وسيخرج بالسيف ليس معنى ذلك أن النبي هو يبدأ بالقتال لم يبدأ نبينا بالقتال صلى الله عليه وآله كذلك ولينا وإمامنا عليه الصلاة والسلام حفيد محمد صلى الله عليه وآله حينما يظهر لن يبدأ القوم بالقتال كل ما هناك أن الإمام المهدي عليه السلام يأتي يعلن نفسه يعلن عن نفسه أنه المهدي من آل محمد ويطلب من الأمة أن تبايعه يعلن ذلك بين الركم والمقام والذي يحصل أن السلطات الحاكمة في بلادنا تعلن عليه الحرب فيضطر حين ذاك إلى أن يجابه تلك السلطات بالحرب كذلك دفعا عن نفسه وعن جماعة المؤمنين ولتمكين ولتمكن من إقامة دولة الله العادلة على الأرض هذا فحسب فلا تناقض هاهنا ولا مخالفة لمبدأ اللاعنف على أنه ينبغي التنبيه كذلك على مسألة أنه بعض من تلك الروايات التي تبالغ هذه مسألة جدا مهمة التي تبالغ في تصوير الحركة المهدوية بأنها حركة دموية مثلا رواية التي إحدى الروايات موجودة أنه يبقر بطون الحبالة أو الحبالة يعني بطون الحوامل مثلا هذه الروايات يعني واضح أنها مردودة وليست بمقبولة وإذا تتبعنا أسنادها مثلا كما نبه عليه سيدنا المرجع دام ظله نجد فيها الوضاعين والمناوئين لأئمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام نبه على ذلك سيدنا المرجع في إحدى بحوث الخارج على ما ببالي وطبع ذلك يعني قرر ما أفاده دام ظله وطبع ذلك في كتب أو في كراسات وانتشر وصارت عليه للعلم ردود في الحوزة العلمية في قمة المقدسة وقرأت أنا تلك الردود وقرأت كذلك رد مكتبي سماحته على تلك الردود إلى أن استقر الأمر ونتيجة الكل أذعن بصحة وجهة نظر سماحة السيد المرجع في هذه المسألة هذه الروايات واضح أنها لا تنسجم أصلا مع سيرة الرحمة النبوية والمعصومية التي تحلى بها أئمة أهل البيت صلى الله عليه فعلينا أن نلاحظ كذلك أنه بعض هذه الروايات روايات مردودة وصاقطة عن الاعتبار وإنما نلاحظ أنه الروايات الأخرى التي تشير إلى خروجه بالسيف وإلى مقاتلته لجيوش وما أشبه هذه كلها حروبه على ما كانت عليه حروب رسول الله صلى الله عليه وآله وكلها كانت حروبا دفاعية لا هجومي أحسن سماحت الشيخ سؤال الأخير عن ظاهرة انتشرت وهي ظاهرة التبيان يستغلها الإخوان لاستنباط الأحكام فما رأيكم بهذه الظاهرة التي انتشرت بين الشباب في الكويت التبيان نعم على ما سجلت على ما سمعت أنا توقع يعني لم أسمع أنا حقيقة بهذه الظاهرة ولا أعلم ما فحواها يعني ما هي ظاهرة التبيان إذا ممكن يشرح لنا حتى نعلق على ذلك أحسن سماحت شيخ الأخ محمد جواد من إيران يقول أن هناك عقيدة عند البكرية في بيعة الرضوان بأن الله جل وعلا رضي عن الصحابة أجمعهم فهل الذين خرجوا على أمير المؤمنين سلام الله عليه في حرب النهروان كان هناك بعضهم من بايع في هذه البيعة ويقول إذا تقدر أن تسمي لنا أساميهم وهل تدل هذه على بطلان العقيدة البكرية إذا هناك من أهل البيعة وخرجوا على إمام زمانهم يعني الآن لا تحضرني أسماء من خرجوا على علي عليه الصلاة والسلام وكانوا من أهل بيعة الشجرة فليلاحظ هو في ترجمة ذي الثدية ربما يكون أحدا من هؤلاء ولكن كان كلامنا قبل ليال يدور حول هذه الآية وله أن يتلقى منا هذا الإشكال ويقسم به ظهر المخالفين لأن ذكرنا أنه كان من أهل بيعة الشجرة كما ذكرت مصادر وكتب أهل الخلاف كان من الذين بايعوا تحت الشجرة النبي صلى الله عليه وآله المنافق عبد الله بن أبي بن سلول لعنه الله وكان من جملة الذين بايعوا تحت الشجرة عبد الرحمن بن عديس البلوي قاتل عثمان بن عفان أحد الذين خرجوا على عثمان بن عفان وكذلك وكذلك كان من أصحاب بيعة الشجرة عمر بن الحمق الخزاعي عليه الرضوان وهو أيضا أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله الذين ثاروا على عثمان وطعنه تسع طعنات تسع طعنات بالخنجر طعن عثمان كما ذكرت كل كتب التاريخ فهل يقولون بأنه كل من بايع تحت الشجرة الله ضمن له الجنة وأعطاه رضوانا إلهيا يبقى إلى أبد الآبدين حتى وإن بدل وإن نافق وإن أحدث وإن قتل لا يمكنهم أن يقولوا ذلك لأنهم عليهم إذن من الآن أن يحكموا بأن عبدالله بن أبي بن سلول هو من أهل الجنة عليهم أن ينقضوا هذا الذي اتفق عليه أهل الإسلام جميعا أن ابن سلول هذا من أهل النار وهو منافق فكيف وقد كان مبايعا تحت الشجرة كان من أهل بيعة الرضوان كذلك ماذا يصنعون مع هذا التناقض أنه هؤلاء الذين يقولون هؤلاء الذين قتلوا عثمان هؤلاء من أهل النار هؤلاء مجرمون قتلوا الخليفة العادل وكانوا مجموعة من الرافضة والأوباش طيب كان منهم عبد الرحمن بن عديس البلوي كان منهم عمر بن الحمق الخزاعي صحابيان على تعبيرهم من أهل بيعة الشجرة فماذا يصنعون بهذا التناقض الدين البكري أيها الأخوة مليء بالتناقضات أصلا دين التناقض وتلك كما بينا أمارة على أن هذا الدين دين أرضي الأديان الأرضية التي اخترعها أهل الأرض مليئة بالتناقض الأديان السماوية لا تجد فيها تناقضا ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا هذه هي القاعدة فلذلك لا يمكن من يجيب على هذا الإشكال يلفون يدورون يشككون مثلا يقولون لا عبد الله بن أبي بن سلول ما كان من أهل بيعة الشجرة مثلا ونحن أثبتنا بالدلائل بالمصادر كما هم ذكروا بالمصادر الصحيحة أنه كان بالفعل من أهل بيعة الشجرة وكان حاضر في ذلك الموقف وبايع وكان له موقف يشككون مثلا أنه عمر بن الحمق الخزعي ما قتل عثمان أنه عبد الرحمن بن عديس البلو ما قتل عثمان يلفون ويدورون ولكن تجد أيضا الحقيقة ناصعة الوضوح يعني مشرقة وواضحة كالشمس في رابعة النهار واضحة جدا تجدها أيضا في الكتب في كتب التاريخ كلها أطبقت على ذكر هذين الرجلين من جملة قتلت الطاغية عثمان بن عفان فليأخذ إذن هذا الإشكال وليلقيه إليهم حتى ينسف ما يزعمونه من أنه كل أهل بيعة الشجرة هم في الجنة وأنهم جميعا مشهود لهم بالرضوان الإلهي الأبدي ويريدون بذلك أن يحتجوا به علينا أنه كيف أنتم تقولون أبو بكر عمر عثمان في النار وهؤلاء قد بايعوا النبي في الشجرة تحت الشجرة ثم أساسا الآية ماذا تقول تقول لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبه فإذن فقط المؤمنين المؤمنين من أهل بيعة الشجرة هؤلاء الله رضي عنهم مؤمنين يعني مثل مقداد مثلا مثل سلمان مثل عمار مثل أبي ذار مثل مثلا أفرض خارد بن سعيد بن العاص جابر بن عبدالله الأنصاري أمثال هؤلاء من المؤمنين مو المنافقين مثل ابن سلول أو أبي بكر أو عمر أو عثمان هؤلاء الله عزلهم عن الرضا ثم على فرض حتى هؤلاء الذين كانوا مؤمنين لا يمتنع عنهم فيما بعد ينافقون والعبرة بالخواتيم العبرة بخواتيم الأعمال أنه المهم آخر شيء ماذا يختم حياته أولئك الذين حبطت أعمالهم فيحبط عماله الزبير كان مؤمنا كما سبق وتحدثنا ولكنه بعد ذلك في نهاية الأمر في نهاية المطاف بدل وخان فمات وإلى جهنم وبئس المصير علينا أن نكون يعني أن نحكم العقل أيها الأخوة القضية ليس بالعواطف ترى شوفوا إحنا مشكلتنا مع أهل الخلاف قضية العاطفة هم يجعلون العاطفة حاكمة على الأمور يعني يريدون هكذا بسبب عاطفتهم عن هذا المجتمع الخيالي الملائكي يعني كأنه مجتمع من الملائكة الصحابة والصحابة 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 كأنهم ما كانوا بشر كأنهم كانوا مثلا ملائكة بالفعل يعني حقيقة يرفعونهم عن مرتبة البشرية إلى مرتبة خيالية كأنهم ملائكة هؤلاء وأنه يعني في قمة الإيمان والتقوى وإلى آخره ولا يصدر منهم شيء يعني يخالف العدالة عدالة الصحابة جميعا هذا ما نحن نقف ضده نحن نقول كلا أيها الأخوة مجتمع الصحابة مثل مجتمعنا الآن فيهم الصالح فيهم الطالح فيهم المؤمن وفيهم المنافق فيه من هو من أهل الدين فيه من هم من أهل الدنيا علينا أن نلاحظ هذولا بشر مثلنا مثلنا بشر موجودين فنأخذ واحد 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 نأخذ ندرس تاريخه ندرس سيرته نشوف هل هذا الرجل كان مؤمنا علامات الإيمان موجودة أم لا أم كان منافقا بدل خان غير علينا أن ننظر في مثل هذه الأمور يكون منهاجنا منهاجا علميا لا منهاجا عاطفيا نحن مثلا منهاجنا منهاج علمي واضح أبو بكر بالنسبة إلينا أكثر من نبغضه من ذلك المجتمع مجتمع من يسمونه الصحابة أكثر واحد نبغضه ولكننا في نفس الوقت نحب ابنه ما عندنا مشكلة مع ابنه لماذا لأن ابنه محمد بن أبي بكر وجدناه رجلا صالحا فلا يجعلنا بغضنا لأبيه سببا لكي نظلم هذا الرجل الصالح لا نتولاه ونترحم عليه ونترضى عليه خالد بن الوليد أبوه من أكثر من نبغض الوليد بن المغيرة أحد أعداء الرسول صلى الله عليه وآله الذين آذوه في مكة لعنة الله من كبار المشركين خالد بن الوليد هم طلع بعدين منافق هم أبغضنا كرهنا خالد بن الوليد زين صار عنده ولدان عنده ولدان خالد بن الوليد واحد اسم المهاجر واحد اسم عبد الرحمن عبد الرحمن نبغضه نكرهه نلعنه لأنه مشى على سيرة أبيه وجده صار منافقا صار مبغضا لأئمة أهل البيت عليه الصلاة والسلام ولذلك حارب مع معاوية في يوم صفه أما المهاجر فنحبه ونترحم عليه ونتولاه مع أنه ابن خالد ابن الوليد لماذا؟ لأننا وجدنا هذا المهاجر رجلا صالحا والا الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام وحارب معه في الجمل وفي صفه المعيار عندنا هذا بن أمية أكثر قبيلة نكرهها ونلعنها أكثر قبيلة لأنهم أجرموا الكثير كانوا على مر التاريخ أعداء للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله وليأهل بيته الطاهرين عليهم الصلاة والسلام وقتلوا قرة عين الرسول وصبطه سيد الشهداء صلوات الله عليه ولكن مع ذلك هناك رجال من بني أمية نضعهم على رؤوسنا نحترمه رجال مؤمنين حقا مؤمني خالد بن سعيد بن العاص هذا أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وآله من بني أمية لكن نحترمه ليش لأنه كان له موقف بطولي لما تولى أبو بكر السلطة غصبا بذلك الانقلاب الذي وقع في سقيمة بني ساعدة خالد بن سعيد بن العاص كان من جملة الذين جاءوا إليه في المسجد النبوي الشريف لما اعتلى أبو بكر المنبر قال له انزل هذا مو مقامك هذا مقام علي بن أبي طالب وله خطبة طويلة مذكورة في كتب التاريخ كان له موقف مبدئي أخوى خالد بن سعيد بن العاص عنده أخ اسمه عمر وأخ آخر اسمه أبان على ما ببالي هؤلاء جميعا أبناء سعيد بن العاص هؤلاء جميعا نتولاهم نحترمهم لهم مواقف شريفة كانوا على الحق مؤمنين صادقين ما خانوا الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله ما خانوا وصيته في أهل بيته كذلك من سلالة بني أمية واحد من سلالة بني أمية واحد اسمه سعد أظن سعد بن عبد الملك الذي هو مشهور عندنا بسعد الخير ليش نسميه سعد الخير لأنه كان بالفعل خيرا من الشجر الملعونة في القرآن ولكنه كان خيرا وصار من أصحاب الإمام الباقر صلى الله عليه ورجل خير ومات على الإمام والتقوى والعمل الصالح فنحترمه ونجله والعكس بالعكس يعني أكثر من نحب نحن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام لكن لا يجعلنا ذلك نغمض العين عن من انحرف من أبنائهم وذريتهم ابن الإمام الصادق واحد اسم عبد الله اللي هو ولده الأكبر مبغوض عندنا نلعنه أصلا الإمام الصادق ماذا يسمى؟ أبو عبد الله كنيته ماذا؟ أبو عبد الله هذا عبد الله مذموم ما نحترمه ولا نجله بل نبغضه لأنه حاد عن الحق أفراد آخرون من أبناء لأم جعفر الكذاب وغير من أبناء سلالة الإمام الحسن عليه السلام كان كثيرون منهم كانوا منحرفين إلى إمها كذا علمونا أنه مضمون الحديث الشريف أنه من لم يكن على الحق إبرأوا منه وإن كان محمديا علويا فاطميا هذه أمر رسالة لكل شيعي على الأرض الآن أنه مو أي واحد يعني مثلا نشوف خامنة يقول لك هذا ابن رسول الله وهذا السيد جليل إلى آخره فيجب علينا أن نتولى نغمض العين عن جرائمه وسفكه للدماء لا نبرأ منه وإن كان محمديا علويا فاطميا منهاج علمي بعيد عن العواطف في مثل هذه الأمور العلم فقط يحكم الموازين الشرعية فقط تحكم في الولاية والبراء أو التولي والتبر ناخذ اتصال من الأخ محمد من العراق السلام عليكم قطع لأن الأخوان منتظرين من مدة على الحاتف لذلك أخوان نقطع الاتصال من الأخ محمد نعم ناخذ أو ناخذ سؤال بالبداية أخوان ممكن ننتظر حتى تحولون الخط أو ناخذ سؤال للأخ بوحسن من الجزائر يلا أوكي مو مشكلة من هو اللي راح تحولونه محمد من العراق السلام عليكم أخو محمد محمد موجود وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله حياك الله شوية في تأخير بينك وبين سماحة الشيخ فممكن توجه سؤالك إن شاء الله سلام عليكم ورحمة الله حياك الله شيخنا الله يحيييك إن شاء الله تفضل شيخنا السوال أصلا بالنسبة لعائشة العنس الله عليها ماذا صنعت عند وفاة أمير المؤمنين عليه السلام هل أظهرت الحزم أم أظهرت الفرح أم ماذا صنعت بزاكم الله خير أحسن تبارك الله فيك إن شاء الله نحول سؤالك حق سماحة الشيخ أنا عائشة ونأخذ اتصال من حسن من الكويت اللهم صلي على محمد وعلى البيته الطيبين اللهم العنقى 30000 المؤمنين اللي أخي حسن من الكويت السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله سمحت خليك معي على الهاتف أخوي حسن معي 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 أنا على صكر صوت التلبو إن شاء الله حياك نسلم على شيخنا الحبيب السلام عليكم الله يعطيكم الصحة والعافية وإن شاء الله الله يوفقكم سيدنا أنا من نفس الموضوع ربما أتكلم عن السادة مشكلة الشيعة إحنا لما مثل السن يقولون صحابة صحابة الشيعة بعد نفس الشيء ترى هذا السيد لا تتكلم عليه هذا السيد لا تتكلم عليه كل واحد يتشوف بعض الصادم الزوجين ثنتين وثلاثة وأربعة وزين ويوصلون للشيء هذا للناس الغير المستحقين فأنا دائما أشرح للوالدة والوالد الله يرحمه وأخواني أقول لهم ترى هذا المرجع وذاك المرجع يعني حتى اللي ذكرته هذا أنا ما أقبل فيه ترى هذا واحد رقم اثنين قطر والإمارات يا أخي هذا الشيء عن الناس المتضعفين سواء الجهلة أو الناس اللي عايشين هذا الشيء يسون يعني نستلمين جناس هالدول هاي وهما في الأصل موجودين يعني لكن يعانون معاناة شديدة يعني أنت توقع في قطر في واحد خمسة واربعين سنة كان في قطر سفروع سالسيحي وروح لمسجة المسجم الصادق اللي موجود عند المطار في الإمارات يا أخي أتصدق الشيء ما يوصل لمنصب يعني الوزير مثل الكويت مثلا في الكويت يوصل لمنصب وزير الكويت آل صباح الله يحفظهم يعني يعني لو سمحتك حسن بدون بدون لاحظ لو سمحت إي لو سمحت السوار اللي يخليك على طول لا تقول يعني 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 الشيء في الدول هذي شي يسوي يعني يعني شي يسوي أن يعيش يحافظ على رزقه و يعني يعني يعانون معاملة كأن مواطن من درجة العاشرة خاصة في الإمارات بعد أنا يعني في ناس عندي بعد ناس صرولي يعني يعني عيالهم رح 100% يسننون يعني ثقافتهم أن تسنين الشيعة يعني المساجد فيها تحريات مباحث يعني الشيعة اللي كانوا من قبل هذي الناس يعني ممكن عايشين لكن اللي بعدين يجوا يعني يعني عانون معانا شديدة فما نعرف يعني حتى عيالهم الآن ما يعرفون شي عن التشيع يعني شنو الحل الآن يتركون بلدانهم يروحون مكان ثاني هذا السؤال الشيخ يعني بلدانهم يعني 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 إن شاء الله شنو شنو الحل وياهم يعني إن شاء الله واحد يخاف عن عيال 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 أما أنت الكويت الحمد الله مبركاتي وصلاة الفكرة وصلاة الفكرة أخ حسن مشكور ومذل ما أقلت يعني بالنسبة للشيخ بالنسبة للشيخ الله يحفظها لأنه فعلا هذي الإنسان سوى ثورة في العالم الشيعي بالجهلة لبعض الشيعة أو طائفة على قولتنا طائفة العمرية البكرية والسلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أحياك الله خاصا ناخذ سمير من المغرب أخشو الوقت أوكي إي اتصال الأخ سمير من المغرب السلام عليكم السلام عليكم أخ سمير تسمعني أو عليكم السلام أحاذ الله هذا سمير مرة تنية حياك الله حبيبي حياك الله أريد أن أنبه لهذا المسلسل المشؤوم المسلسل حسن الحكسين الذي تبتوا لهذه على قنوتها وأريد أن أحبر المؤمنين أنه يتضمن أكاذيب يعني مهولة جدا بحيث أنه في حلقة ليلة الأمس يعني قالوا كذب على لسان معاوية يعني ما قالها أحد من الأولين والآخرين من السيار والمحدثين بحيث أنه أنطقوا على لسان معاوية أنه طال أنه أن سيدنا الحسن عليه السلام أنه خيره لكي يعيد له الخلافة من بعد فرفض الإمام الحسن بينما أن هي شروط الهدنة والمصالحة التي كنت بينهما تنص صراحة على أن الأمس يعود مباشرة إلى الإمام الحسن بعد وفاة الملعون معاوية فأنا يعني قشعر بدني من هذه الكذبات مع أنه جميع الكتب جميع الكتب من مصادر سنة والجماعة لم يذكر أحد هذا أبدا حتى الملعون نقاطع الاتصال من الأخ السمير من المغرب سماحت الشيخ أبو حسن كان عندنا الأخ أبو حسن جزاه الله خير دائما يتصل ويشارك في البرنامج يسأل عن رواية تقول لم يفلح قوما ولوا أمرهم امرأة يقول هذه الرواية كانت قبل واقعة الجمل أم بعد واقعة الجمل إذا كانت بعد واقعة الجمل فهي نوعا من مجاملة أو كذب لأبي هريرة ليجامل أمير المؤمنين بعد انتصاره على عائشة وجندها في معركة الجمل فيريد أن مدى صحة هذه الرواية يريد أن يعرف هذه الرواية رواها أهل الخلاف عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله كاد أن يلتحق بعائشة ولكنه بعدما ذهب إلى طلحة والزبير بعدما وصلا البصرة مع الجيش وظن أن الأمر أمرهما وجد أن الآمرة الناهية هي عائشة فتذكر قول النبي صلى الله عليه وآله أنه ليفلح قوم ولو أمورهم امرأة فعلى هذا يكون الحديث صادرا قبل موقعة الجمل وهو من جملة التحذيرات النبوية الشريفة عن للمسلمين من أن ينخدعوا بعائشة تماما كذلك الحديث الذي فيه أنه تنبحك أو تنبحها كلاب الحواث شيخ في محمد بن العراق يقول ماذا فعلت عائشة بعد استشهاد أمير المؤمنين سلام الله عليه هل فرحت أم أثرت الحزن فرحت وقالت شعرا فإن يكن آئيا فلقد نعاه غلام ليس فيه التراب هذا متحا لعبد الرحمن بن ملجم ومن جاء مبشرا إياها بشهادة علي صلى الله عليه وقالت أيضا تمثلت بهذا بيت الشعر هذا أنه فألقت عصاها واستقر بها النوى كما قر عينا بالإياب المسافر لما تتمثل بهذا البيت تعني بذلك أنه نبأ مقتل علي هو قرة عيني قرت عيني لما أنا سمعت هذا الكلام وتذكر التواريخ أن أن زينب بنت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وعلي كانت حاضرة عند عائشة حين ذاك فقالت لها ألعلي تقولين هذا ألعلي هكذا تقولين قرت عيني أنا لما سمعت أنه قد قتل فقالت إني نسيت فإذا نسيت فذكروني يعني أنا نسيت أنه هذا ميجوز أقول هذا الكلام وثم سجدت لله شكرا على أن علي عليه الصلاة والسلام قتل وكان لها أحد غلمانها أحد صبيانها يعني اللي يعملون على خدمتها ويعني الأمور المعروفة في الليالي فهذا الرجل أطلقته يعني قالت له اذهب فأنت حر ولكن اسمك من الآن عبد الرحمن تيمنا بعبد الرحمن ابن ملجم أتيما بهذا الرجل العظيم الذي قتل علي صلوات الله عليه فنعم لقد أبدت الفرحة والسرور في ذلك اليوم وليم يكن هذا اليوم الوحيد الذي أبدت فيه فرحا وسرورا وإنما تذكر المصادر كذلك أنها لما بلغها شهادة الزهراء عليها الصلاة والسلام أيضا أبدت سرورا وأظهرت كآبة وأبطنت شماتة وبلغ علي عليه السلام كلام منها يدل على السرور هذا ذكره ابن أبي الحديد في شرح النهج مع أنه رجل مخالف وممن يتولى عائشة تبارك الله فيك عندنا اتصال السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم تفضل الله يساعدكم الله يخليك رمضان كريم الله يخليك علينا عليك من معايله سمح المنظر على التفعال من فضيلة الشيخ ياسر الحديث أمني من الله وائد من الإيران نعم أيها أتسأل الشيخ لماذا يهين قائدنا قائدنا سيد الخام من أكبي وهو قائد مثل إسران في إيران أتسأل لماذا يهين هذا الفجر العظيم في المرجع الدني لأنه سيد هل عدد أي لقاف شكرا أحسنت ناخذ آخر اتصال من الأخ أبو سجاد من السويد السلام عليكم ناخذ أحياك الله تفضل ومسجاد الله يحفظكم إن شاء الله رحمة الله على والديكم شيخنا سؤال الله يحفظك الجمل اللي كانت راكبتها عائشة في معركة الجمل هل هو جمل يعني على شكل حيوان أم جمل متلبس في إبليس نعم أحسنت نعم إن شاء الله إخوان نبدأ نجاوب على السألة نجاوب خلنا إذا تقدروا تحولونا على السريع لأننا باغي تقريبا ربع ساعة خلنا ناخذ بس الاتصال وبعدين نجاوب على السألة السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم عقيل تفضل نعم أحب أعظم الله أجرنا واجرك إن شاء الله تغبل الله عمالكم حبيبي الله يخليك أنا حدد أمي الشيخ على موز آيتي في القرآن الكريم نعم الثورة الأولى سورة ساعة الآية نعم تفضل نعم وياك أنا حبيبي الثورة 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 كيف 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 تقرأ بالضبط تقرأ بالضبط إن شاء الله إن شاء الله أنا خلي سماعة الشيخ إذا عند قريب عند قرآن يقرأ لك إياه إن شاء الله وصورة قاف ما يخليك بعض صورة شنو قاف سورة قاف نعم سورة قاف الآية لحظ الله الآية تقول يمنون عليك إسلام قل لا تمنوا علي إسلام أسلمكم أو علي إسلامكم يعني ما قدر ألفظها بالضبط الآية 17 نعم 17 إن شاء الله نحولها إن شاء الله الله يحفظكم الله يبارك فيكم رحمة الله وزيك السلام عليكم بالبداية سماحة الشيخ عندنا سؤال من الأخ حسن من الكويت يقول إن العايشين في الخليج خاصة القطيف والحسن ما يعرف في الجزيرة المحمدية ما يعرف في السعودية طبعا وهي الجزيرة المحمدية وقطر والإمارات يقول أنهم يعيشون في معاناة شديدة ولا يأخذون مناصب ولا يستطيعون يذهبون للحسينيات وإلى آخر فماذا يفعلون هل يتركون دولهم الكلام في هذه المسألة يطول ولكن على نحو الاختصار الذي نراه ضرورة أن تتوحد جهود جميع النشطاء الحقوقيين الشيعة في منطقة الخليج للمطالبة بربط مصير الشعب الشيعي في الخليج والمطالبة بعد هذا بحق تقرير هذا المصير بتأسيس دولة تمثل الشيعة في الخليج ويستقرون فيها هذا أمر كفلته الدساتير الأممية وهو حق لنا كما أنه أتيح مثلا لأهالي جنوب السودان أن يقرروا مصيرهم باعتبار أنهم طائفة خاصة نصرانية تختلف عن الأكثرية المسلمة في السودان وحصلوا نتيجة على دولتهم المستقلة كذلك نحن طائفة دينية خاصة تختلف عن الطائفة الأخرى الموجودة في الخليج ومن حقنا أن يكون لنا وطننا في هذا الخليج سيما أننا في الساحل الشرقي عموما نحن الأكثرية ولكن المشكلة أن مثل هذا الطرح يصطدم بجدار من التخلف والجبن لدى القيادات الشيعية الموجودة حاليا تعتبر أن هذه دعوة طائفية أو دعوة طائفية لتأسيس وطن طائفي وما إلى هناك من كلمات تبدو يعني في الذهنية العامة تبدو يعني شنيعة هكذا يشنعونهم الفكرة ولذلك لن يصلوا إلى شيء وسيبقى وضعنا في الخليج على ما هو ونبقى نقتل مثلا في البحرين ونبقى تسلب حقوقنا في المنطقة الشرقية ويبقى الشيعة مضطهدين في قطر وفي الإمارات وفي عمان وحتى في الكويت يعني هذا الذي جرى لي مثلا ألم أكن شيعيا في الكويت مثلا وجرى لغيري وعلى أشياء تافية بسيطة قبل فترة وصلوا لكتاب رسمي يعني حقيقة شيء مضحك مخجل ومخزي أنه كتاب رسمي بفصل مدرس من يدرس يعني في إحدى مدارس الكويت والكتاب الرسمي هكذا يعني مكتوب فيه بسبب إساءتك للصحابية هند بنت عتبة رضي الله عنها يعني يفصل الشيعي بسبب إساءته لمن يعني لهند آكلة الأكبات والآن هم الشيعا في الكويت هم مساكين يعني على وضعهم يعني في الطيبة طيبة القلب هذه التي لن توصلهم إلى شيء ولذلك انخدعون الآن بهذه الفرجة اللي موجودة الآن والتي هي هلامية في الواقع يعني هاي الفسحة التي أتاحها آل الصباح الآن والحكومة للشيعا لغرض ما وهو يعني الميزان السياسي اللي موجود قوة القبائل اللي موجودة الآن هاي القوة الصاعدة والقوة الأخرى الوهابية والسلفية تتطلب من الحكومة أنها تتحالف مع فئة ما حتى تقوي وضعها داخل البرلمان وفي مختلف الميزان السياسي في البلد فالشيعة معتبرين ذلك أنه يعني مجد عظيم الآن والعصر الذهبي للشيعة في الكويت على أي حال الجهل السياسي يظل مع الأسف ملازما لنا ونظل نضيع حقوقنا ولا نتعلم من الآخر يعني نظل نحن على هذا الوضع فقط أنه نحن الوحيدين الذين ندوس على أنفسنا ويداس علينا مقدساتنا ما زالت مهدومة منتهكة في البقيع مثلا ولا ليس لنا حق وليس لنا شيء إنما نعطى فتاتا هكذا يعني على نحو الصدقة من الموائد موائد الحكام ثم بعد ذلك نسبح مع الأسف بحمدهم ونعتبر ذلك نصرا مظفرا فالحل النهائي هو هذا هذا الحل النهائي فيه تضحيات نعم فيه تضحيات يوقع إشكالات سياسية واجتماعية بل صداما سياسيا واجتماعيا نعم يوقع ولكن الحل هو هذا يعني تريدون أن تضحوا وتخلصوا من أن يتحكم بكم الظالمون وأن تخلصوا من هذه الذلة وكونكم عبيدا وتصبحون سادة تملكون قرار أنفسكم بأنفسكم عليكم بأن تطالبوا بحق تقرير المصير عن طريق الأمم المتحدة وتوحدوا كلمتكم الشعب الشيعي في الخليج يريدوا وطنا قوميا له وطنا لنفسه تعالوا يا أيتها الدول الاستعمارية الكبرى قسمي المنطقة على هذا الأساس أنت لما قسمت هذه المنطقة على اتفاقية ساس بيكو أهملتيننا إحنا لأنه ما كان عندنا آنذاك مع الأسف وناس يهتمون بالأمة الشيعية وقلبهم على وضع الطائفة في الخليج فأكلتم حقوقنا وعطيتم كل شيء للآخرين وتحكموا بنا الآن لا تخير الزمن الآن عندنا قيادات قلبها محروق علينا وتهتم المفترض أنه تتشكل هكذا قيادات وأنا لا أرى طبعا إلى الآن قيادات هكذا خليهم نايمين نايمين فعلى اتحال إذا كان الآن نطالب هذه الدول أنه لا تعيد تقسيم المنطقة يعني كما الآن أعطت وطنا للنصارى في جنوب السودان تعطينا وطنا كذلك حقنا هذا النصارى في جنوب السودان ضحوا الكثير وسفكوا دماؤهم وصرفوا الكثير من أجل أن يصلوا إلى هذه المرحلة في هذه السنة بعد عشرين خمسة وعشرين عام من النضال أنتهم تحملوا حتى تخلصون وتفكون أجيالكم المقبلة شوي يكون عندكم كرامة في الخليج أما أنه استمرار هكذا بالشكوى والوسائل الدبلوماسية أو التعويل مثلا على نظام إيران مثلا ما به فائدة يعني هذا كله لا يوصلكم إلى شيء كلمة أقولها هكذا في الوادي وأعلم بأن صداها سيرتد علينا الآن لأنه ما من مؤشرات مع الأسف أنه يستقبلون صم بكم عمي فهم لا يفقهون نعم سمعت الشيخ هذا هو الحل النهائي إذا نريد حلا مؤقتا أو حلا أي سمعت الشيخ حلا ترقيعيا على عجل أدري الوقت يدركنا بس لذلك قلت الكلام طويب حل ترقيعي أنه الكفاءات القوية التي يمكن أن تعمل من أجل الوضع الشيعي في الخليج هذه الكفاءات تقسم نفسها إلى قسمين قسم يهاجر إلى الغرب إلى أميركا إلى لندن إلى أوروبا ويؤسس منظمات تدافع عن حقوق الإنسان الشيعي في العالم شيعة Human Rights Watch كما مثلا أمر سماحة السيد المرجع مؤخرا والقسم الثاني يبقى في الأرض يبقى في هذه الدول ويفاوض ويتعامل مع السلطات الفعلية ويكمل كل من الطرفين الآخر حتى يمكن أن نقتنص أكثر ما يمكن من الفوائد والحقوق أما أن يهاجر الجميع أو يبقى الجميع هذا أكبر الأخطاء علينا من أن نوزع علينا أن نوزع الأدوار سماحة الشيخ هناك أربع دقائق وهناك أربع سلة أريد أن أعطيك إياها مرة واحدة وتجاوب عليها خلال هذه الأربع دقائق بس يا ريت سماحة الشيخ تجاوبهم عكسي لأن الأسئلة الأخيرة سهلة يعني بسرعة تقدر تجاوب عليها عقيل يسأل صورة صاد الآية 33 كيف تقرأ وصورة قاف الآية 17 كيف تقرأ أبو سجاد من السويد الجمل الذي ركبته عايشة هل هو حيوان جمل أم هو شيطان المصحف ليس بيدي نعم نجل السؤال هذا للحلقة القادمة أبو سجاد من السويد الجمل الذي ركبته عايشة هل هو حيوان شيطان في صورة جمل نعم شيطان السؤال الأخير سمعت الشيخ في ثلاث دقائق لماذا تهين السيد قالك السؤال لماذا تهين السيد القائد والمرجع مرجع الدين السيد خامنع هل لديك دلة لأن أولا نحن إلى يعني في هذه الليلة هذه لم نهنه يعني يعني ما قلت عنه أنه مثلا سافل حتى يقال أني أهنته على أن إهانته ليس فيها شيء شرعا وإنما كل ما قلته هو أنه سافك للدماء والبينة عندي والدليل عندي فقط للأخ الكريم أنه يبحث ويفتش أكثر حتى يكتشف تلك الأدلة وأنا أعجب من أن يكون يعني الرجل يعيش في إيران وفي خصوص الأهواز ولا يدري بالمظالم التي ترتكب هناك بإسم الدين مع الأسف وهذا أكثر ما يؤلم القلب والأمر مباشر من قبل هذا الطاغية الذي يحكم طهران الآن نعم سماحة الشيخ في عندنا سؤال بس ما أعتقد يمدينا نجاوب عليه أعتقد نأجل الأسئلة إلى الحلقة القادمة لأنه في دقيقتين سماحة الشيخ والوقت للبرنامج فكلمة أخيرة مختصرة للأخوان في هذه الدقيقتين يعني مدام انتهى الكلام إلى هنا نعيد ونجدد أن التشيع يلتزم المبادئ الشرعية في التولي والتبري ويخضع الجميع جميع الشخصيات إلى مقياس واحد لا يحابي أحدا في الله تبارك وتعالى وفي الحق فحتى لو كان خامنعي أو غير خامنعي ينبغي على الإنسان المؤمن أن لا ينخدع بالمظاهر أن لا ينخدع بمن يدعي أنه يمثل الدين عمر أيضا كان يدعي أنه يمثل الدين عثمان كان هكذا عائشة كانت هكذا ونحن إنما تبرأنا من هؤلاء لأننا وجدناهم في الحقيقة يخالفون الدين بإسم الدين هذا المرض لا ينبغي أن يتسلل من الطائفة البكرية إلينا والعياذ بالأئمة عليهم السلام ربونا على أن نكون منصفين وعلى أن نعمل بهذا المبدأ فلا نحابي أحدا أن ينكى قال الإمام العسكري الزكي صلوات الله وسلامه من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة لا كله سنت طيب الله أنفاسك سماحة الشيخ عزائي المشاهدين ما بغي لي إلا أن أستغفر الله لي ولكم وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر